هممكن وإحنا بنكمل في الحتة دي تحت دي عشان بردو وقتنا ننزل أرقام بتاعت مروان وحمدي يعني عشان بردو الناس تتابع الاتنين دول أداءهم كان ازاي في الملعب الحتة بتاعت صبر لما كل الرح مرجع حمدي جنب مروان بعد كده الشروط التاني هنلاقي إن مروان ابتدى يميل بقى ياخد المهام بتاعته هيا كابتن إسلام الإحصائيات الأهم حاجة في الإحصائيات دي بنكبص التمريرات بتاعتهم قد إيه هي رغم صعوبة الماتش والضغط لكن دقة التمريرات بتاعتهم مميزة كمان التمريرات الطولية اللي كانوا بيعملوها التمريرات الطولية الصحيحة شكلها كان يعني رقميا مش بعيدة عمل حمدي عمل واحدة صح من اثنين ومروان تلاتة من اربعة صحيح الأرقام بقى الدفاعية هنا برضو بنتكلم بصة كابتن إسلام عن الفوز بالكرة كل واحد فاس بالكرة بنتكلم في 13 لحمدي 18 لمروان لأن مروان في زي ما صبر كده في بداية المباراة هو اللي كان رقم 6 أكتر وحمدي وقندوسي هما اللي كانوا بيضغطوا بعد كده راح كولر مرجع حمدي عشان خطر يعمل التوازن والشكل بتاعنا دفاعيا عشان يغطي على فكرة إن باتشيكو بيلعب بالتلاتة اللي هما تلاتة والمهاجم بتوعه والرمضان وابراهيم عادل ومصفى فتحي يؤديهما سرعات عشان نغطي الحتة دي فبقينا نشوف إن التدخلات كمان الدفاعية عندنا إزاي مميزة البلوكات الحالبلوك اللي محمدي فتحي عمله الفوز بالكرة التانية ودي كانت من الحاجات المهمة جدا بس كرة التانية كمان عند مروان عمله إزاي داي بيسهل آه بالضبط بيسهل إزاي عليك في مهامك الدفاعية فكل دي زي ما قلناك هيا أفكار وحاجات التبقات في الملعب وشغل فكل الشغل ده عشان كده هي واحدة من أقوى المباريات السوبر اللي تلعبت ومش عيب يحامي يقول واحدة من أقوى المباريات ناشده أقوى متش سوبر تلعبت في التاريخ يعني الناس قالت واحدة من أفضل المباريات فمعرفش ليه واحدة من أفضل المباريات دي بتدقي اشتركوا في القناة